إجازاته المعرفية والتكنولوجية تتواصل عملية تأثير وتأثر متبادلة إذ تتراقم المعرفة الإنسانية ويتقدم الإنسان ويخترع المزيد من الأدوات التكنولوجية التي بدورها تؤثر بقوة في إسلوب الحياة والتفكير والعمل للأجيال اللاحقة ولعل ثورة المعلومات التي انطلقت بقوة مع بدايات القرن الجاري كان لها بالغ الأثر في إحداث ما يمكن وصفه بالثورة الإسلوبية في التفكير والعمل لدى الشباب في أنحاء العالم إذ تؤكد دراسات بحثية متخصصة أن شباب جيل الألفية لا يتعلقون كثيرا بالمؤسسات والتقاليد القديمة ولا يعملون فقط من أجل المال وإنما يرغبون في أن يكون لعملهم مغزى ولذلك فإن تحقيق الرضا الوظيفي لديهم لا يكون بتوفير بعض الخدمات الترفيهية من جانب المؤسسة وإنما يكون بتوفير الفرص التدريبية لتمكينهم من المزيد من النمو والتطور المهني والمعرفي وبالنظر إلى الشباب العربي فإنهم بلا شك يمثلون شريحة لا تنفصل عن الشباب في أنحاء العالم غير أن أثر الثورة المعلوماتية في بيئة العمل العربية ربما سيكون أكبر من مثيله في مناطق أخرى في ظل ما تؤكده إحصائيات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي من أن عدد الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عاما يصل إلى ثلث عدد السكان بينما تبلغ النسبة العالمية أقل من 20% بحسب منظمة العمل الدولية كل ذلك يعني أن السنوات القليلة القادمة ستشهد كثافة عالية من أعداد الشباب في المنطقة العربية بما يمثله ذلك من تحديات تنموية وسياسية لأنظمة الحكم التي لا تزال تفكر وفق منظومة الفكر التقليدي بينما سيكون الشباب أكثر ارتباطا بوسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة